العد التنازلي بدأ لعملية تحرير الأنبار قيادة العمليات المشتركة أعلنت إن مدينة الرمادي محاصرة من ثلاث جهات استعدادا لتحريرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن في بيان له إن عملية تحرير الأنبار باتت وشيكا مهنئا القوات الأمنية بالانتصارات التي حققتها في بيجي كما أفاد أحد شيوخ الأنبار الشيخ رفع الفهداوي بأن العملية العسكرية التي أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن بدئها في المحافظة تتركز حاليا في مناطق حصيبة والجوابة شرق مدينة الرمادي وقال الفهداوي إن المعارك ما زالت مستمرة بين مسلحي التنظيم والقوات المشتركة في منطقتين حصيبة والجوابة شرق الرمادي مشيرا إلى أن القوات الأمنية تتقدموا في عملياتها باتجاه مركز الرمادي التي تقضع لسيطرة تنظيم داعش وأكدت مصادر أمنية أن التعزيزات العسكرية مستمرة حيث تتوافد أفواج من الحجد الشعبي والقوات الأمنية وابناء العشائر لتتمكن من استعادة السيطرة على المدن التي تقضع لسيطرة داعش ترجمة نانسي قنقر